عايز اروح لك ليه تحليلك للمباراة اللي فاتت مباراة غينيا بداية كده من التشكيل هل كنت راضي عن التشكيل بعد اللغة اللي حصل على المباراة الاولى واللي حصل من تغييرات وكده في الاماكن والله يا بص انا من اول لما راجل ده جيه وانا قلت اللي احنا مش رعف نعبر 4-3-3 صريحة ليه لان ما عندناش اللعيبة اللي تقدمنا الادوار دي احنا عندنا 4-3-1 ولو بصدت في مصر كلها في كل الفرق اللي موجودة الفرق الكبيرة اتلقى عندنا 4-3-1 عندنا العيبة لرقم 10 انت لتعبش لرقم 10 تماما